المؤتمر ليس فقط اقتصادي لكن هو مؤتمر دولي عالمي حتستثمر فيه الدول المشاركة طرح رؤياها يعني الرئيس الفرنسي على سبيل المثال هيبقى فيه قمم سنائية ومتعددة في إطار الفرنكوفونية إحنا هيبقى لنا استثمار للحدث نفسه ووجود السيد الرئيس في لقاءات مع المسؤولين في بلجيكا في الاتحاد الأوروبي مع فرنسا هتقدم حضرتك مقاربة للاهتمامات المصرية في مؤتمر المناخ هتتكلم حضرتك فيه كلمة حضرتك على أمن الطاقة هتتكلم على الطاقة النظيفة هتتكلم على الاقتصاد الأخضر هتتكلم على رؤى ومقاربات تهم أوروبا تهم أفريقيا لكن الحديث الأغلب حضرتك سيد يوسف هيبقى باسم أفريقي ومقطة مهمة جدا أن حضرتك هتتكلم لأنه السنغال لسه بدأ أول خطوطة في رئاسة الاتحاد الأفريقي فالفرنساويين حيدوا فرصة لمصر في طرح هذه الرؤية أنا أظن أنه اللقاء ده حيبقى مهم جدا لكن خلينا أقول حيبقى فيه أيضا تجاذبات وحيبقى فيه جدال ما بين الأولويات رؤية أفريقيا في التنمية المستدامة اللي هي 2030 مختلفة يعني صحيح أن المؤتمر رحمها رؤية ومقاربة مشتركة ده كلام كويس لكن فعليا هتبقى محتاج حضرتك أليات هتحتاج أدوات هتحتاج تأثير مباشر فأنت هتقرب ده الدول اللي هتقوم بهذا الدور زي مصر مثلا على سبيل المثال أنه هتعمل سيخ توافقية لأنه برضو لدينا بعض الرؤى المتعلقة بقمة المناخ الأمم المتحدة ما يهمهاش قوي أن مثل هذه المؤتمرات تنجح بالصورة اللي احنا شايفينها لكن احنا شايفين أن أنت عند حضرتك أدوات وقليات هتقدر توظفها هتدافع عن أفريقيا وانت بتتكلم على نظام أكثر إنصافا لأنه احنا بنتعامل مع عالم في منظومة معقدة وعالم ما بعده كورونا أستاذ يوسف مختلف عن العالم قبلها نهاردة مش بنتكلم على دعم الأفريقية لكن بنتكلم على حقوق براعات الخاصة الخاصة بي الأمثال واللقاحات أن يدي لحضرتك تنتج أن يدي لحضرتك توطين معالجة الأزمات والمشكلات البيئية والبولوجية كل دي في احتكار منها من الدول الأوروبية النهاردة أنت حضرتك بتتكلم على نظام أكثر إنصافا اللي حيطرح ده مصر لأن احنا لينا حضور كبير جدا احنا شاركنا فيه العام اللي حضرتك تذكره وبذلت مصر فيه مجهودات كبيرة فيه رئاسة الحد الأفريقي والمنتديات اللي اتعملت ومشاركة سيد الرئيس في المنتديات الأفريقية الصينية الأفريقية مع روسيا مع ألمانيا مع دول الاتحاد الأوروبي فاحنا لينا يعني منظومة كاملة اتعملت بنستثمر فيها دلوقتي عينينا على إنجاح المؤتمر الخاص بالطاقة لكن القضية أن النسخة الأخيرة من المؤتمر بتاع اسكوتلندا اللي عقد بتاع المناخ فيه كانت مشاكل كتيرة جدا في البيانة الختامة كانت فيه خلافات في الرؤى وحدك تذكر أن الصين لم تحضر روسيا لم تحضر حصل جدال بين الأمريكان وبين الصين القضية مش انبعاثات حرارية ولا نسب مقاوية ولا محاولة الوصول إلى نظام بيئي نظيف دي أمور بتبقى في إطارها الخلافات السياسية وسيزيوسية طبعا إن حضرتك هتديني تعويض هتديني تعويض لأفريقيا وللأ هتشارك فيه دعم أفريقيا واقتصادها وللأ فيه جملة من التساؤلات المطروحة لنظام أقصر إنصافا لحضرتك وليه ترجمة نانسي قنقر